يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون سبيل الأتقياء في سير الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة من المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة التي ستكون إن شاء الله تعالى من خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد اخترنا لهذه السلسلة بإذن الله تعالى عنوانا سبيل الأتقياء في سير الأنبياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين استفاهم الله من خيرة خلقه الله عز وجل استفاهم واختارهم لمهمة جليلة عظيمة وهي مهمة تربط ما بين السماء والأرض مهمة عظيمة وهي إبلاغ دعوة الله وإبلاغ رسالة الله هذه المهمة الجليلة العظيمة اختار الله عز وجل لها ممن يستحقها وممن يكون مؤهلا لها ويكون أهلا لها خيرة من البشرية خيرة من بني آدم عليه السلام الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقد اختارهم الله عز وجل لعلمه بهم وعلمه بأحوالهم وعلمه بأنهم مؤهلون بهذه المهمة الجليلة الله أعلم حيث يجعل رسالاته الله أعلم حيث يجعل رسالاته أي هو سبحانه وتعالى الذي يعلم من يصلح فيختاره لهذه الرسالة وليبلغ عن الله سبحانه وتعالى أوامره إلى العباد ويبين للناس سبيل النجاة وسبيل النجاح وسبيل الرحمة للوصول إلى جنة الرحمن وإلى رضوان رب العالمين هؤلاء الأنبياء الذين أهلهم الله عز وجل واختارهم في الأزل ليكونوا أهلا لهذه المهمة اختار الله عز وجل لهم صفات خاصة صفات ومواصفات خاصة اختار الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء الذين هم أصلا من البشر ولكنهم سادات البشر خيرة البشر سادات البشر وخيرة البشر اختارهم الله عز وجل لأن يكونوا حاملين لهذه الرسالة ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه اختارهم بشرا لكي يرشدوا الناس لكي يرشدوا الناس ويبين للناس ما يقربهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى وإن رأى بعض المضلين وبعض الذين لا يعلمون من سائر الأمم أن الأنبياء كان الأولى أن يكونوا من الملائكة لكن الله تعالى الذي يعلم ما يصلح لعباده وما يصلح عباده اختار سبحانه أن يكون هؤلاء الأنبياء من البشر فصفاتهم كثيرة أولا البشرية البشرية كما ذكرت لا تعني أنهم يعني قد تكون فيهم بعض الصفات أو النقائص التي تكون في البشر ولكن الله تعالى اختار لهم من الصفات الزكية واختار لهم من الصفات الطاهرة فمن حيث البشرية فهم يأكلون ويشربون وينامون وينسون ويهرمون ويموتون يعني جميع الصفات التي يتصف بها البشر قد يتصف بها الأنبياء أيضا لكن لكن في مقام التشريع كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنسى أو أنسى لأسن فنسيان النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة تعبدية فمثلا أنه ينسى في الصلاة أو ينسى بعض القرآن وهو يقرأ القرآن في الصلاة أو ينسى فيزيد ركعة من الصلاة أو ينسى فيسلم من ركعتين يعني في الصلاة لأجل أن يسن أن يسن لنا سجود السهو وأن يسن لنا بعض الأشياء التي يحتاجها الناس في صلاتهم كذلك النبي صلى سمى مرض فسن الله عز وجل التيم لكي يعني يتيمم هو وتتيمم أمته إن احتاجت إلى ذلك وغير ذلك من العوار البشرية فهذه أمور لا تنقص لا تنقص من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم بشر ولكنهم سادات سادات البشرية وسادات الخليقة الصفة الثانية أن الله تعالى اختارهم جميعا من الرجال الله تعالى قال وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فالله تعالى أرسل جميع الأنبياء كلهم من الرجال وقد اختلف في أم موسى وأم عيسى عليهم السلام والراجح أنهما صديقتان أنهما صديقتان لأن الله عز وجل حينما قال وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنَرْضِعِيهِ ظنّا بعض الناس أن أوحينا هنا تعني الوحي الذي هو النبوة لكن أجيب على أن الوحي هنا ليس النبوة وإنما الوحي بمعنى الإلهام الوحي بمعنى الإلهام أي ألهم الله أم موسى عليه السلام أن تفعل هذا أنها إذا خافت عليه أن تجعله في تابوت خشبي وتلقيه في اليم فالوحي هنا ليس بمعنى النبوة وإنما بمعنى الإلهام فكذلك أم عيسى عليه السلام قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة فليست نبيه وإنما هي صديقة والصديقية هي مقام عال أيضا هي مقام عال من مقامات بني آدم وهي مباشرة تحت النبوة لأن الله تعالى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذن فالصديقية أو مرتبة الصديقية تأتي مباشرة بعد مرتبة النبوة إذن فالأنبياء كلهم من الرجال ثالثا من صفات الأنبياء أنهم أطهروا الناس قلوبا أطهروا الناس قلوبا فلا غلة ولا حقدة ولا حسدة ولا بغضاء ولا كراهية ولا شيء من تلك الأمراض التي هي أمراض القلوب والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ من هذه الأمراض ويقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فالله عز وجل عصمهم وطهر قلوبهم من هذه الأمراض رابعا هم أصدقوا البشر إيمانا أصدقوا البشر وأقواهم إيمانا يعبدون الله تعالى حق العبادة على أكمل وجه على أكمل صفة لا رياء ولا سمعة بل إخلاصا ولا يبتغون بعملهم أجرا إلا الأجر عند الله سبحانه وتعالى خامسا الأنبياء هم أكمل الناس دينا فقد طبقوا الدين كاملا إذا كنت أنا أو أنت أيها المشاهد الكريم قد طبقت الدين بشكل غير عام وغير شامل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق الدين كاملا وكل الأنبياء أخذوا هذا الدين وطبقوه كاملا ونحن أيضا مأمورون أن نطبقه كاملا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة لكن درجة تطبيقنا لهذه الآية هي بلا شك أدنى من درجة تطبيق الأنبياء عليهم السلام لهذه الآية سادسا الأنبياء هم أقوى الناس صبرا أقوى الناس صبرا لماذا؟ لأنهم تحملوا ألوان العذاب وتحملوا ألوان الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل ولاقوا ما لاقوا من أممهم ومع ذلك ثبتوا وصبروا وتحملوا المشاق وتحملوا الابتلاءات وصبروا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى سابعا الأنبياء هم أعظم الناس رحمة الله تعالى اصطفاهم واختارهم وجعل قلوبهم واسعة تسعوا أخلاق العباد وتسعوا معاملات العباد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء هم أوسعوا الناس قلوبا وأرحموا الناس بعباد الرحمن سبحانه وتعالى ثامنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أصدقوا الناس حديثا هم صادقون وصدقون ويعلمون الناس الصدق يعلمون أممهم أن يصدقوا في أقوالهم أن يصدقوا في أعمالهم أن يصدقوا في حركاتهم أن يصدقوا في كل شيء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة فالأنبياء هم أصدق الصادقين وهذه الصفة صفة لازمة من صفاتهم لا يكذبون على الله ولا يكذبون على الخلق ولا يكذبون في أقوالهم ولا يكذبون في معاملاتهم ولا يكذبون في سلوكهم مع أي كان فصفتهم يعني الصدق في الحديث والصدق في القول والصدق في العمل تاسعا الأنبياء هم أكثر الناس علما هؤلاء الأنبياء الذين سيختارهم الله عز وجل لمحاججة الناس وتبليغ الدعوة إلى الناس لا شك أنهم سيجدون من يعارضهم ولا شك أنهم سيجدون في طريقهم من يقف ضدهم أو من يريد أن يصد الناس عن دعوتهم وأن يصد الناس عن طريقهم فأعطاهم الله عز وجل من الصفات العلمية ما به يواجهون من يصد دعوتهم وما يردون به عن الجاهلين وما يردون به عن المستكبرين وما يردون به عن المعاندين فالله عز وجل يعني أعطاهم علما واسعا والله عز وجل يعلم من يشاء ما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى عاشرا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أقوى الناس جسدا أعطاهم الله تعالى قوة في الإيمان قوة في العلم وقوة في الجسد وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في قصة موسى أن الله تعالى أعطاه قوة يعني تفوق قوة ثلاثين رجلا لأن الصخرة التي كان يغلق بها باب البئر يعني كانت توضع فوق البئر ليلا كان يضعها يعني ثلاثون رجلا فأخذها موسى عليه السلام يعني ووضعها في باب البئر لوحده ولم يستعين بأحد هكذا يعني نتبين قوة موسى عليه السلام وكذلك قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وجد ركانة المطلبي وهو يصارع الناس في مكة كان يعني من أبطال المصارعة في مكة فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يصارع الناس وجده يصارع الناس فيصرعهم فتصدى له النبي صلى الله عليه وسلم وصرعه وكان قد ادعى قبل ذلك قال يا محمد إن صرعتني آمنت بك فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فذل ذلك على قوة النبي صلى الله عليه وسلم إذن الله تعالى اختار هؤلاء الأنبياء وزكاهم بهذه الصفات الجليلة من قوة في الإيمان قوة في الدين قوة في الأخلاق قوة في الصدق ويعني كذلك أمرهم بتبليغ رسالة الله ونحن نؤمن بأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا رسالة الله وأدوا هذه الأمانة الجليلة التي أمرهم الله بآدائها فلم يبدلوا ولم يغيروا وإنما وفوا ما عليهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا فأمتنا أمة الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين ومن تمام إيماننا بهؤلاء الأنبياء والمرسلين أن نؤمن أنهم بلغوا رسالة الله وأنهم أهل لرسالة الله وأنهم يستحقون أن يكونوا رسلاً لأن الله تعالى اختارهم لذلك فعلينا أن نحبهم وعلينا أن نؤمن بهم وعلينا أن نتأسى بهم لأن الله تعالى قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده فبهداهم اقتده أمر نبيه أن يقتدي بهم وأمرنا تبعاً لنبينا أن نقتدي بهم في الأخلاق ولذلك إن شاء الله تعالى سنسوق خلال هذه الحلقات من هذا البرنامج سبيل الأتقياء في سير الأنبياء سنسوق كثيراً من القصص المتعلقة بالأنبياء ونستنبط منها الدروس والعبر التي نفيد منها في حياتنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم على خطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يبعثنا في زمرتهم مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جناته جنات النعيم اللهم آمين والحمد لله رب العالمين يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحاً وريحاناً بقولك كون يا من أجبت دعاء نوح فانتصر يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحاً وريحاناً بقولك كون